العلم نور والجهل ظلام انطلاقا من أهمية عودة جميع الأطفال إلى مدارسهم نظمت وزارة التربية بالتعاون مع وزارة السياحة وصندوق الأمم المتحدة للسكان حفل تكريم 98 من الطلاب المتفوقين في شهادة التعليم الأساسي لعام 2021 ضمن نظام الفئابي وذلك على مسرح قصر إيبلا للمؤتمرات الآن بالتأكيد بعد عشر سنوات حرب طلاب تركوا التعليم كان مستقبلهم غير واضح اليوم أخذوا شهادة التعليم الأساسي يعني ممكن نصير منهم أطباء ممكن نصير منهم مهندسين نحن اليوم نتوجه إلى مليونين طفل وطفلة شرادتهم لحرب قسم منهم موجود غهارة سوريا نحن نقول له رسالة بلدك هي اللي بتحضنك بلدك هي اللي بتعلمك وانت كل السبو المفتوحة أمامك لتكون مستقبلها عنا 13 ألف طالب تم استقبالهم هاي السيني للفئابي هاي بكرمي من السيد الرئيس انه لنقطع على ظرف معين نتيجة الحرب الظالمي لازم يكون له مكان بين المدارس بيبدأ من الصف الأول للصف الثامن على مساحة الريف كرياته ب13 ألف طالب الحقيقة أخذنا بلشنا ناخد نتائج إيجابية الطالب اللي عنده معي والأهل المتابعين وحسوا أنه ابنهم الظلام عم تطلع اليوم هلا اليوم عن التكريم للطلاب فهو قيمني في أبي هو حل بديل كان لحتى يسد الثغرات اللي كانت موجودة بالقطاع التعليمي والتسرب اللي حدث بسبب الحرب الجائرة على سوريا ونحن واجبنا كمنظمات دولية وهون نسمحولي أشكر ليونسف بداية لأنه هن المسؤولين عن دعم تطوير هاي المناهج بالذات المنهج بي أنا انقطعت كنصف سادس انقطعت سنة رجعت درس منهج في أبي سابع ثامن وكان منهج كافي فيهم علومات أساسية لحتى نقدر نكمل بالسنوات التاسع عاشر سانوي أنا أول شي ما حبيت الفكرة تمام قلت إنه منهج مختصر وأنا بدي معلومات أكتر بعد ما رجعت بعدين الأنصات والأسناد زي طبعا بشكرون حفزوني رجعت بلشت من أول وجديد اطلعت بالخامس والسادس بالمرتبة الأولى طبعا بمنهج الفئة بي والله شعور فخر واعتزاز أني أكون ولي أمر طالب وتفوق بالفئة بي على الرقم من الظروف اللي مرينا فيها أنتوا تعرفوا كمان أنه إحنا تهجرنا من بيوتنا أكثر من خمس سنوات أنا كثير مبسوطة لأنه تلاحقت بالفئة بي ولحقت السنة وصرت مع الفئاتي بالإصرار والمثابرة والتحدي بعد الانقطاع الدراسي الذي واجهه بعض الطلاب بسبب ظروف الصعبة تم التحاق عدد كبير من الطلاب في نظام الفئة بي حيث سجلت محافظة دير الزور أكبر عدد من الطلاب وكانت في المرتبة الأولى ليس اليتيمة من فقد والدهم إنما اليتيمة يتيم العلم والأدبة انطلاقا من أهمية عودة جميع الأطفال لمدارسهم وضمن الحملة التي نظمتها وزارة التربية تم تكريم 98 طالب وطالبة من المتفوقين في المرحلة التعليم الأساسية ضمن فئة بذينب عاقل للإخبارية السورية دمشق ترجمة نانسي قنقر